استشهد وأصيب العشرة من الفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 121 يوما وشن طيران الاحتلال الحربي عدة غيرات تركزت على وسط وجنوب القطاع بالتزامن مع قصف متواصل لمدفعية الاحتلال وزوارقه الحربية ولليوم السادس على التوالي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي محاصرة مستشفى الشفاء الطبي بمدينة غزة ومنع المواطنين المحاصرين فيه من المغادرة وسط قصف كثيف في محيط المستشفى هذا وارتفع عدد الشهداء بقطع غزة منذ 7 من أكتوبر الماضي إلى 27365 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء مع إصابة 66630 أخرين اشتركوا في القناة